وللحديث أكثر حول إنجازات سوق الأسهم السعودية خلال العام 2019 ينضم معنا في الاستيديو محل الأسواق المالية عبد العزيز الرشيدي حياك الله سيد عبد العزيز شكرا لوجودك معنا حياك الله برسي سعيد الله حياك ربما العام 2019 كان كريم مع سوق الأسهم السعودية المكاسب كانت بكثر من 7% صعدنا إلى 8400 نقطة تقييمك اليوم للأحداث اللي دارت في سوق الأسهم السعودي والمستويات اللي وصلها اليوم تقريبا في آخر جلسات العام الحمد لله يعني كان أداء طيب وحدث يعني أكثر من خطوات مهمة جدا للسوق السعودي السنة الحالية مهمة وأعتقد تاريخية حتكون السنة 2019 للسوق خاصة طبعا قبل طرح رامكو كان فيه انضمام السوق السعودي إلى مؤشرات العالمية لأسواق الناشية العالمية وصار أحد الأسواق المهمة في هذه الأسواق الناشية بالإضافة إلى طرح رامكو كان خبر جدا مهم ومحفز إن شاء الله سنوات قادمة إن شاء الله جميل النقطة الأولى في بداية الإصلاحات اللي تمت في سوق الأسواق السعودية خلال العام 2019 هي السوق المالي وتداول قاموا بالعديد من الإصلاحات أولا لجذب سيولة لسوق الأسواق السعودية وثانيا لوصول سوق الأسواق السعودية على المؤشرات العالمية الإصلاحات اللي تمت خلال العام 2019 طبعا الهيئة تشكر عملها وليس محصور في سنة عملها من بداية تكوين الهيئة وتعمل على تطوير والوصول إلى أفضل الممارسات المهنية في قطاع الأسواق المال ومعروف أن سوق المال هو من أصعب الصناعات التي تحتاج إلى حوكمة وأنظمة والتقييم دائما مستمر وينظر له وواجهها للاقتصاد البلد فاهتمت الهيئة سوق المال خلال السنوات الماضية والفترة الأخيرة يعني تشكرون جدا ونحن من الناس الذين نشجع على هذا العمل يعمل الحوكمة والضباط وإدارة الشركات ومجالس الإدارات واهتمام في المساهمين وتوعيتهم وأهمية حضورهم ومتفاعلهم مع أداة شركاتهم فقط ليس شرائسهم فقط بل يفضل لهم حضور الاجتماعات الدورية للجمعيات الشركات ومناقشة أعظام أجلس الإدارة والإدارات التنفيذية عن أداء الشركة وعن حقوقهم ومارسة حقوقهم الكاملة أيضا حدث جديد السنة هذه مثلا مطالبة بعض المساهمين من الملكون 5% اتخاذ قرارات أنه طلب عزل أو تدخل في مجلس الإدارة وكانت الهيئة داعمة مثل القرارات والتأكد من أنه القرار مدعم بحقاق فكانت أشياء مهمة الهيئة تقوم في دورها أعتقد إن شاء الله أنها وصلت إلى مرحلة جيدة خلال العام الحالي بإذن الله أسواق المال خلال العام 2019 مرت بالعديد من الضعف في الاقتصاديات الكبرى حروب تجارية تأثيرات أسعار النفط والأحداث الجيوساتية التي ألقت بضلالها على الأسواق السوق السعودي اليوم بنهاية العام استطاع تجاوز ضعف الاقتصاديات وأصبح يعني يسير في مسهار قوي شهدناه منذ منتصف العام وحقق مكاسب كانت بكثر من 7% ربما أكبر على كافة أسواق المنطقة صحيح طبعا السوق السعودي برغم أن فيه أشياء كثيرة طيبة ومتميز فيها أيضا هو مربوط في العالم الآن ما تكون أنت لوحدك في العالم أيضا نحن سلعتنا اللي نبيعها والرئيسية وأسواق النفط اللي هي البترول مهم جدا ويأثر كبير على أداء الاقتصاد المحلي الآن خلال 2019 كان النفط يتراوح بين 55 إلى 75 بمسار عرضي والسوق نفس المسار مثلا بألفين نقطة النفط عشرين دولار يتذبذب والسوق ألفين نقطة يتذبذب بين 8400 أو 7400 إلى 9400 فبالتالي احنا فيه ترابط واضح مع أسواق النفط لكن السوق السعودي تدفقات حوالي 90 مليار سنة هذه من الضمام المهاشرات العالمية بالإضافة لا طرح أرامكو يعني لازلنا نتوقع الكثير أرامكو هتأثر كثير في مسار السوق خلال الفترات القادمية أبقى معك في نقطة أرامكو أرامكو رفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية في المؤشر رفعت أيضا كذلك القطاع الطاقة أصبح القطاع الثالث عندنا في السوق الآن كاستحواذ على السيولة لعبت دور أساسي في دعم شركات القطاع بشكل عام وجذبت سيولة يعني الشركات المالية وبيوت الخبرة أشارت أنه قد نشهة تدفقات خلال ربع لأول من العام 2020 نتكلم عن أكثر من 30 مليار ريال اليوم هذا كيف يعطينا دلالة على قوة الاستثمار الأجنبي نتكلم عن أكثر من 440 أو 46 مليار ريال تم جمعها من التغطية أول شيء نشكر دولتنا برئاسة خادم الحرم الشرفين وولي العهد أنه طرحوا لنا الشركة هذه وعطونا فرصة عظيمة لنا كمواطنين والعالم كله أيضا السعر اللي طرحت فيه أرامكو كان جذاب أنت تتكلم السوق يتراوح توزيعاته 3.25% بينما أرامكو تعطيه من سعر الطرحة إلى 4.4% أعلى من السوق وهي أكبر حجم السوق أرامكو اليوم أضافت للسوق 7 تريليون ريال سعودي تمثل أرامكو حاليا 78% من رسملة السوق أرامكو إضافة كبيرة تعطينا إن شاء الله خلال 2020 إضافة كبيرة من التدفقات النقدية أيضا مع التوجهات والتوقعات سعر النفط ويرتفع خلال الربع الأول نتوقع أنه يكون أداء إيجابي لسه بإذن الله ماذا أيضا كذلك عن بقية قطاعات السوق اللي أيضا لعب الدور أساسي في دعم السوق خلال العام 2019 تحدث عن الكطاع المصرفي وقطاع البترو كيميكال الكطاع المصرفي التوزيعات النقدية النتائج الإيجابية اللي شدناها على الكطاع والنمو عندنا في الكطاع المصرفي اللي تم خلال العام 2019 طبعا أنا من الناس طبعا أحب القطاع المصرفي كثير لأنه هو من أكثر القطاعات اللي فيه الحوكمة عالية جدا ممثلة في موسط النقد وأيضا إدارات ومجالس إدارات من أفضل إدارات على مستوى المنطقة توقع ويمكن هذا من مستوى العالم يعني من أفضل القطاعات اللي يستثمر فيها الآن أداء كان فيه نمو جيد للقطاع خلال العام الماضي من ناحية عوائد الأصول كانت عوائد الأصول 2.4% خلال العام التوسط للقطاع أيضا نتحقق حقوق الملاك العائد على حقوق الملاك حوالي 15% كان فيه نمو في أصول القطاع البنكي بحدود 3% فيه نمو أيضا في حجم الأقراض كان حوالي 3% عندهم أيضا نمو في الوداع وهذا كان جدا ممتاز لهم حوالي 12% أيضا النمو في الأربع حوالي 3% كقطاعك لا زال يحمل إن شاء الله الإيجابيات والفرص لخلال السنة القادمة إن شاء الله بكل تأكيد ماذا أيضا بالنسبة على قطاع البتروكمية لرغم ما تعانيه بالنسبة شركات البتروكمية عالميا بعد عن البعد المحلي أيضا بالنسبة لتأثيرات الأسعار النفط واتجاهات الأسواق في الفترة الماضية الحرب التجارية لأثرت بالنسبة على بعض الطلب في آسيا إلى أين برأيك سيتجه قطاع البتروكمية في المملكة خلال الفترة القادمة وعما تم خلال العام 2019 طبعا القطاع البتروكمية الأكثر نحن نتابع شركة سابك وتأثرها بعض المعايير المحاسبية التي أثرت على أرباح الشركة أعطت فرصة جدا ممتازة الآن مضاعف شركة سابك قيمة دفترية حوالي 60 ريال تقريبا وتتداول ضعف 1.5% من قيمة دفترية أنت تشتري شركة سابك بالفاليو حقها بالقيمة حقتها بـ 1.5% وهذا شيء يعني إيجابي للسوق يعني محفز إن شاء الله خلال الفترة القادمة أنه توجد لديك فرص جيدة كمساهم بشركات عملاقة رامكو سابك بنوك شركات أخرى أعتقد إن شاء الله هذه فرصة للسوق أنه يحقق إيجابيا أرقام حلوة خلال الأسنة القادمة بكل تأكيد أيضا ماذا بنسبة على بقية القطاعات المشكلة أيضا للسوق الأسهم السعودي بعض الشركات أخذت فرصتها ونصح التعبير من نصف الثاني من العام 2019 وليقراء البعض أيضا بدأ أن تصبح منافسة بالنسبة في السوق منذ القطاع التأمين شركات الأسمنتر أبقى معك في قطاع التأمين أيضا كذلك بعض الأخبار الإيجابية عن نية الشركات الاندماج في هذا القطاع خلال الفترة القادمة قراءتك بالنسبة لشركات التأمين طبعا قطاع التأمين من ضمن القطاعات التي فيها حوكم عالي جدا وفيه رقابة ممتازة من موسط النقد ومن هيئة سوق المال قطاع يحتاج كثير من العمل وعمليات الاندماجات والهيكلة كاملة القطاع عانى كثير القطاع من التنافس العالي وتعدد الشركات الحمد لله القرار اليوم اللي سمعناه من نشرة الأخبار عندكم أنه اندماج طبعا طرح في تداول خبر ممتاز جدا حيكون تحول في القطاع من ناحية اندماجات حتى لو قل عدد الشركات ولكن يكون فيه فيه أداء إيجابي للمساهمين احنا نشجع على هذا الخطوة أعتقد فيه هناك خطوة أخرى من بين شركة اتحاد الخليج والأهلية أيضا نفس هناك نقاش على الاندماج فإن شاء الله الاجراءات اللي تتم حاليا بين الشركات والمساهمين حيكون إيجابي بكل تأكيد عبد العزيز الرشيدي محل الأسواك المالية كنت معي هنا في الساديو شكرا جزيلا لك سنة سعيدة وإن شاء الله قادمة بإذن الله شكرا لكم